اشتركوا في القناة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا نجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكاف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكاف فقالوا ربنا آتنا من لنوك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعدناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبثوا أمنا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأموا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مدفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا وربت تقرضهم ذات الشمال ورم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو الممتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رطود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق براعيهم رشيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ونولئت منهم رعبا وكذلك ابعتناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتنطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يوهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في بلتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إن يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ظنوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثابنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا براءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربين أقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما نبيه له غيب السماوات والأرض أبشر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبتن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واشبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجاه ولا تعد عيناك عنهم تجيد زينة الحياة الدنيا ولا تتع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أحددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي المجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجو من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون فياما فقرا من سندسي وإستبرط متكئين فيها على الأوائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنام وحفخناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نأرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أخذر منك مالا وأعس نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيل هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن ردبت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرق بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعزا ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح شعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمنا ويوما سيئوا الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعدهوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويل سلامان هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسقطوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتكبونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للوالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذا المضمين عبدا ويوم يقولنا دوش وكائيا الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبونهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجبوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما بدع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل المدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ولسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطروا وفي آنانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور والرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلم وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاهنا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الجوت وما أنسى ليه إلا الشيطان أن أنكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فاغتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عيدنا وعلمناه ملتنا علما قال له موسى ألأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تفط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن انتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أخدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت لفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة نانسي قنقر